روجت بعض المواقع والصفحات الإلكترونية في الآوينة الأخيرة إلى خبر مفاده إلغاء شركة فيات لعقدها مع الجزائر المتعلق بإنجاز مصنع لتصنيع السيارات بولاية وهران وفي أول تعليق رسمي على المعلومات المتداولة قال والي وهران سعيد سعيود أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وأكد سعيود في تصريحات خاصة بها وسائل الإعلام الوطنية أن مصنع فيات في التزام مع الدولة الجزائرية وأشار والي وهران إلى أن السلطات تعمل على خلق كل ما يجب خلقه على مستوى المنطقة الصناعية من أجل تهيئة الظروف المناسبة لنجاح هذا المشروع ولفت المسؤول إلى أن وفدا رفيع المستوى تابعا لمصنع فيات حل بالجزائر واجتمع بالوزير الأول ووزير الصناعة مبرزا وجود التزام من طرف المسؤولين على تصنيع أول سيارة جزائرية قبل نهاية شهر نوفوم ساة 2023 إن شاء الله وقال المتحدث هذا الالتزام لا يزال سعر مفعول وأنا شخصيا لا علم لي بهذه الإجراءات وأضاف سعيود الجزائر أصبحت من الدول الجالبة للاستثمار مؤكدا أن المستثمرين في اتصال دائم مع السلطات الجزائرية للشروع في مشاريعهم يذكر أن جيهات مجهولة نشرت خبر رسبته إلى قناة فرونس فاندكات الفرنسية يفيد بأن الشركة الإيطالية قررت إلغاء عقدها مع الجزائر بشأن إنجاز مصنع بولايز وهران لتصنيع السيارات وأضاف الخبر بأن سبب انسحاب الشركة من السوق الوطني سببه عدم توفير ضمانات كافية لنجاح المشروع ولا لعودة إلى الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وفيات أكد وزير الصناعة أحمد زغدار أن فيات قدمت التزامات مميزة لتحقيق نسب إدماج تستجيب لما تصب إليه الجزائر ضمن استراتيجية تطوير شعبة صناعة السيارات سلام